ساعتنا الأولى لليوم من ركاف وأخيرا شرفتنا الأستاذة هيبا حيدري مرحبا بك هيبا عمويت بس كتير موعيد هذا يعني اتفقنا على ساعة اثنين على رأس الساعة اجتنا على ساعة اثنين واربعين دقيقة ما شاء الله نص ونص بس عم كنت عم تعمل عم دورة باركينج طيب خلص مع دورة يلا معليش أول حاجة قبل من بدل هابي بيردي ينعاد عليك إن شاء الله كل عامتي بحقية بخير شو تمنيتي هالمرة شو أمنياتك والله هي يعني الأمنيات بتكبر كل سنة منحقق بعضها ومنستنى للتاني ومندعي رب العالمين إن شاء الله أنا حب أعرف هالمرة شو تمنيتي هالمرة لا معا في سيكرت آه سيكرت طيب أكي خلص اداري على شمعيتك تريد أنا بحب بس تحقق أمنياتي أحكي إنه أنا كنت بتمنية إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله هاي أربي حقق لك كل أمنياتك خلينا نبدأ بصلب الموضوع على طول هلا كل هالجميل والأنيقة والرشيقة ما شاء الله وبالأخبار خلينا نذكرهم هابا حيدري هي مذيعة نشرة الأخبار الرئيسية على MBC1 نعم كيف وتي على الأخبار؟ وليش أخبار؟ هلا بداية الأخبار يعني إجت شوي بالصدفة بحب تقديم الأخبار من البدايات أنا أصلا تمرنت أخبار ولما عملت التست الأولاني لما أخدوني كموزيعة الفقرة أنا عملت تست نشرة أخبار أنت خرجت أعلام؟ خلينا يعرفوا الباكدراوند لا مش خرجت أعلام بس أنا عملت تحرير أخبار وتقديم تلفزيوني في أكاديميهم في دبي لأنه أنا كنت حب درس أعلام بسوريا بس شوي الأهل كان عندهم اعتراض على الموضوع بيحكهم كمان أنه كانت جامعة الأعلام بدي مثل تفرغ كاميرا تنتقلي للعاصمة شو درستي بالجامعة؟ أنا درست إدارة أعمال وعملت كمان ترجمة وفي ذلك الموضوع؟ فأنا كنت كتير مصرة على الأعلام بهذاك العمر بس كانت يعني الوالدة تخاف علي ومن هدول لصف فتم الرفض بهذاك الزمان ولكن ضل الموضوع في بالي والحمد لها حققت حلمي أنه جيت لهون وجات اشتغلت على حالي ووقتي اللي رحت أصلاً قدمت بالأكاديمي بتذكر أنه الأستاذ صاحب الأكاديمي يعني اللي هو كان بمرن مزيعين حتى مخضرمين وهيك قال لي ما فينا نحطك مستوى أول أنت مستوى متقدم ما شاء الله أنت جفتت وهيك فالحمد لله يعني أنا بحس حالي أنه بحب الموضوع عندي عندي شغف فيه من زمان حتى بالصف كنت أطلع دايماً قلقي وهيك يعني الموضوع حواية أكتر وشتغلت عليه طبعاً وأكيد الهواء هو أكبر معلم وأكبر بالتجربة أي أكبر أي أكبر يعني أنت بتشوفي حالك لما بتصيري على الهواء بتصيري أنت بقى بتطوري من نفسك سنة بعد سنة عم تتعلمي على الهواء أكيد أكيد بس طبعاً هو فيه ستاندرد معينة لا يأخذوكي هبة والفاشنستا والأزيق والموضش شنو السر شوفي أنا جد من قبل حتى ما كنت يعني ما كتير أصحاب لنقول مع السوشيل ميديا حتى لليوم أنا شوي يعني يعتبر ظهور الخجول على السوشيل ميديا يعني كومبيرنج لغير ناس هلأ بلشت شوي أنطلق بالأخير خليني أقاتحك وأقول لهم لأنه نحنا رفقة على سعيد الشخصي فشخصيتك بالحياة العادية عكس تماماً 180 درجة عكس شخصيتك على الأخبار يعني شخصية فرفوشة مرحة كومب مستحيل يعني اللي بيعرفك على الحياة العادية هذا الشي كتير بيبعتولي إياه بالمساجات الناس اللي بتتعباني على السوشيل ميديا وبتشوفني بعد يعني بعد ما تشوفني على التيفي بيقولي طلعتي مالك جدية كتير طلعتي كتير فرفوشة طلعتني نفسيتك حلوة طلعتني يعني بيفكروني أنه خلص بيشوفوني بهذا الآلب على الأخبار أنه أنا لازم أكون كتير جدية وكسه هيك فأنه يعني بيصدموا بالوجه الآخر بني جمع والله مستحيل مو لازم نكون بحياتها يعني السوشيل ميديا السوشيل ميديا هلا كيف السوشيل ميديا صار يفرجي شخصيتي أكتر اقتنعت أكتر لأنه حسيت أنه يعني شئنا ما أبينه هو صار الأعلام الحديث وصار مرافق للأعلام التقليدي فأنه صارت أوجدك مهم للناس تشوفك وتعرفك أكتر وفي صراحة أنا ناس كتير بتتابعني على السوشيل ميديا يعني حابوني إذا هبى يعني بغض النظر عن مهنتي عصعيد الشخصي أي عصعيد الشخصي فصرت أحس بأهمية السوشيل ميديا فمؤخرا صرت أكتر حاول كون أكتب حاول كون موجودة كيف بتشتغلي على المحتوى؟ أنا عم شوف يعني مؤخرا كثير أنا بشكل صراحة بشكل عفوي ما في شي كتير منظم يعني هلأ طبعا إلا بيصعيد هلأ شوفت فوتو سيشنز فوتو سيشنز بروفشنل يعني صور صار في شركات التي تحب تاخدني كوجه أعلاني لون يعني فهن اللي بينسألك أكتر عن هاي الأشياء أنا صراحة مني مع نفسي فوتو سيشنز قليل كتير لأطلع عامل شي احترافي الحالي مع فوتوغرافر أو شي بس بحب بحب التصوير بحب يعني كل فترة والتانية ممكن يعني يعني تعرفي نحنا كمان صبايا هذا الجيل يعني منحب صرنا كثير نحتم بالموضة بالفاشن بالمظهر صار مهم إلى جانب أنك تكوني كمان شخصتك أكيد محببة عند العالم تعرفي تحكي أكيد هذا الشي كمان مهم واحد يشتغل على نفسه على ثقافته على عقله هذا مهم وهذا مهم يعني كله بيكمل بعضه كيف بتتعاملي مع التنمر الإلكتروني أو التعليقات السلبية اللي بتوصل لك على السوشال ميديا لأكون كتير صريحة معك تعاملي مع التعليقات يعتمد على المزاج اللي أنا في مرات بتنش وبترك التعليق ومرات بعمل بلوك إذا كنت كتير خلاص عرفتينه هيك بلوك 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 مرات بكون مود البلوك ومرات بكون مود أني رد أني أحرج الشخص وعفكرة في كتير أشخاص بتردي عليهم بطريقة تحسسهم بالذنب مو مش بالذنب بس تحسسهم أنه بعدم الاحترام اللي بعم بيفرجوه فبيتراجعوا بيقولوك إننا عم نمزحك مثلا يعني أنا كزا مرة هاي صارت معي حتى مع أصدقاء لقلي ما بعرف مني شو فكرتهم بتكون من الموضوع يشبتوا وجودهم يشبتوا نفسهم أو تدي عليهم أو نحنا قلنا لك هيك رمال تريدي علي تختلف يستفزوك هلا إجمالا لقلك شي أنا الحمد لله الحمد لله يعني عجل ما بعاني كتير من الناس متنمرين يعني الحمد لله بشوف إنه عجل ما حبي أكتر من الناس وهيكين كلا يعني كمان بحيث إن ما بتخطى حدودي ما بزعج الناس ما بطلع بعمل جدل كرمار بس أصير ترند وهي الحركات ما بهاجم حدا فيعني أنا يعني دبلوماسية يعني مش دبلوماسية بس محترمة نفسي محترمة حدود الآخرين ومحترمة حدود حتى الأشخاص اللي ما بتحب تشوف أشياء أوفر على السوشيال ميديا يعني كمان مو كل شي كمان أنا مثلا بحياتي الشخصية اللي ممكن بعض البيئات تشوفها أن أنه زيادة عن لزوم ممكن ما أنا أعرضها يعني أحترم نوعا ما تفكير الأغلبية يعني فمشان هيك بحس إنه ما كتير بتعرض لهجوم الحمد لله كتير كتير قليل يعني يشوف حدا هيك بحسه كتير نشاز اللي بخارج على الموضوع بكومنت أو بمسيج أو حدا بيدخلي من فيك بروفايل يعني ما نوع حقيقي بس لا يزعجني فيه ناس عنده إشوز مع نفسه بتحب بتزعج الآخرين غالبا تعودت يعني ما بزعج حالي كتير غالبا غالبا حلو عندك برود أعصاب وبتعرفي تتسيطري على الموضوع ماشي أوكي تمام طيب خلينا نختم هلأ مع نصيحة تعطيها للبنات اللي حابين يفوتوا على المجال الإعلامي نصيحتي اللي بدي كتير ركز عليها مع البنات إنه اشتغلي عن جد على حالك على شخصيتك وعلى ثقافتك وعلى يعني طوري حالك اللي حابة تدخل على الإعلام لازم تشتغل على حالة فيه أساسيات فيه ستاندرز معينة بتدخلي فيها بالإعلام بعدين طبعا بتتطوري متل أي مهنة تاني بتاخذي خبرة بتصقلي نفسك بس فيه فيه الحد الأدنى الشكل أبدا مهو الأساس متل ما كتير ناس بتفكر يعني الانترفيو أو الاختبار اللي بيصير للمزيعة هو غالبا على أداء مش غالبا يعني طبعا بالقنوات اللي عم نحكي مثل ستاندرز أم بي سي والقنوات المحترفة الموجودة طبعا كتير في دبي يعني ما تعتمدي بحياتك على شكلك لأنه شكلك هذا فيك تكوني فيه نجمة السوشيال ميديا فيك تكوني فيه أي شيء تاني بس الإعلام لازم تركز الإعلام لازم تكوني شغال كتير على نفسك لأنه أنت كتير بتتعرضي لمواقف على الهواء أنك بدك تتعاملي مع مع الضيوف مع حوارات الشكل ما بيكفي يعني أبدا بيكفيك تتصوري على السوشيال ميديا كويس يعني التيلبسي تتصوري هذا شيء يعني منيح منيح وسهل بس الإعلام شيء مختلف أيها الإعلام مو بس صورة أبدا شكرا كتير لإلك نورتينا شكرا حبيبتي حبيبتي عايزك باي باي